نظرية التحديد الذاتي Self Determination Theory تذكر أن هناك خمسة أشكال للدافعية خرجت بها هذه النظرية وكما قلنا في النقطة السابقة تبحث هذه النظرية عن مستوى قرب أو بعد سببك للتعلم من ذاتك ففي أقصى اليمين كما تشاهدون لدينا الدافع الداخلي وهو أن يكون سبب تعلمك للغة الإنجليزية الإنجليزية نابع من ذاتك عميق وهو من داخلك فيمكن أن يكون سبب تعلمك مثلا للمتعة التي تجدها من تعلمك للغة الإنجليزية قد يكون هذا سبب تعلمك وهذا يعتبر دافع إيجابي وعميق أقل منه قليلا ولكن أيضا لازمنا في مستوى إيجابي وهو دافع الاهتمام أن تشعر بأهمية هذا التعلم لذاتك وتشعر بقيمة هذا التعلم لنفسك وتطوير الذات فقد يكون سبب تعلمك على سبيل المثال هو أنني أتعلم اللغة الإنجليزية لأستطيع تطوير ذاتي ومهاراتي لازلنا في المنطقة الإيجابية الخضراء ثم بعد ذلك يأتي في المنتصف دافع الإجبار هذا الدافع يقف في المنتصف فلا هو إيجابي ولا هو سلبي حسب ما افترضته النظرية دافع الإجبار ممكن يكون بشكل أنا أتعلم اللغة الإنجليزية من أجل المجتمع ماذا سيقول عني المجتمع إذا لم أتعلم؟ إذن أنت تشعر بإجبار أو بضغط خارجي أيضا ممكن يكون بسبب والديك فأنا أتعلم اللغة الإنجليزية من أجل تلبية رغبة والدي فلا هو من ذاتك بل هو في الحقيقة بشعور من ضغط خارجي هذا هو دافع الإجبار وهو في المنتصف يأتي بعده على اليسار الدافع الخارجي Extrinsic Motivation وهو بكل بساطة أن يكون سبب تعلمك لسبب خارج عن ذاتك تماما وهو يشار إليه دائما بشكل كلاسيكي الجائزة أو العقاب أن يكون تعلمك لنيل جائزة لنيل محصول مات أو الخوف من عقاب على سبيل المثال ممكن يكون سبب تعلمك في هذا النمط أريد أتعلم اللغة الإنجليزية لأنجح من الاختبار وبس أو ممكن أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية لأتجاوز عقاب الحرمان من مادة معينة أنا أتعلم لغة الإنجليزية لا أحصل على مكافأة حددتها المدرسة إذا تعلمت اللغة وحصلت على الدرجة المعينة هذه فأنت هنا سبب تعلمك ليس لذاتك ولا داخلك ولا من أعماقك إنما خارجي للحصول على مكافأة أو الخوف من عقاب أسوأ من هذا كله وهو في أقصى اليسار ألا يكون لديك دافعية إطلاقا وهذا يبدو أنه غريب فعلا لكن من الضريف أن هناك أناس فعلا ممكن تسأله لماذا أنت موجود في قاعدة تعلم اللغة الإنجليزية يجيبك أنا ما أدري أنا شفت نفسي هنا أنا سجلوني في الجامعة وحطوني قسم اللغة الإنجليزية ولا ما عندي خبر ولا عندي خلفية عن الأمر هذا نقول لشخص ما عنده دافعية وهو أسوأ أنواع الدافعية إذن هذه هي الخمسة أشكال من الدافعية ودعونا نتعرف لاحقا في النقطة القادمة كيف نصل بدافعيتنا إلى أقصى اليمين الدافع الداخلي دافع الاهتمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر